إذن مشاهدي قناة شفتي في أهلاً وسهلاً بكم في بيت مباشر هنا من مدينة الضربادة يحضر معي على الإطار الوطني أيوب كامال حديث حولك توقف تأتي توقف الأرض التياسية وكذلك تعلق منتخب الوطني داخل القاعة وتتسلق لرسل المترتيب من المرتبة التامنة إلى المرتبة السليسة أعلمي أيوب كامال محبتك على القناة شكراً مساء الخير مشاهدينا الكرام وشكراً أخ سامير على الاستدافة أكيد أيوب توقف البطولة الهترافية من أجل فتح المجال أمام مباريات مؤجلة وكذلك أمام فريق النهضة الريادية البطانية من أجل إجراء مباريات مؤجلة كيف تشوف توقف البطولة؟ وماذا سيؤثر على السير العادي للبطولة؟ من طبيعة الحال، وخير ودليل هو الاعتراف الآخر لسلام القشور الرئيس الأسبوع الوطني الهترافية لكرة القدم وهناك مشاكل عديدة في برمجة المباريات القسم الوطني الأول احترافي بطولة إنوي ودليل هو الدورة للسياسات القصام مقابلة للفريق الرجع بدأوا ضد هذه البركانية وكذلك توقف البطولة مرة 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 اثنان 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 توقف البطولة مرة مرة مجوش إذن هذا راجع الضغط للمبارايات وكذلك الإقفال المجموعة بالملاعب بالنسبة للعدد من الفرق نظن بأن لجنة البرمجة لديها تحدي كبير وعائق لتفوق عليه اللي هو البرمجة للمبارايات عندها ضغط كبير خصوص برمجة المبارايات لديها الموسم وخصوص تنهي الموسم في الوقت محدد دياله وكين تقدرها ضغط أكبر الموسم المقبل لأنه كيفما كتعرفوه البلاد ديالنا السعيدة كتنظرها تظاهرة كراوية إفريقية كبيرة من الحجم ديال الكاس إفريقيا يعني الموسم خصوص تهي في الوقت محدد وعندنا موسم كراوي لخصوص تعطى الدول الإشعارة دياله على خصوص نطالق في وحد الوقت المبكير بل لأن الجامعة الملكية المغربية مطالبة وملزمة أنها تسلم مفاتيح ديال ملاعب الانتحاد الإفريقي في الوقت محدد أكيد هذا التوقف للبقلة وما هي أكثر شيء من جانب البداني أو الديني للفرق خصوصاً من موقع الفرق نقدر أن تلعب أسفل الترشيب لأنه مازال مقدم الترشيب على غير رمج إلان فريق الإرتيش الملكي فمازال تنفوتياً مازال كي لعب مباراة مؤجلة آخر مباراة مباراة كاس العرش زمان الملك وكذلك مباراة السابقة لأمام فريق نادرية بركاني هذا الشيء ما يأكتش على خصوصاً فريق الرجاء الرياضي الذي الآن فلاكوسي من طبيعة الحال كين تأثير على المستوى مقدم الترشيب وكين تأثير على المستوى أسفل الترشيب نشوفوه لأن مثلاً فريق الرجاء هو المطارد المباشر الفريق تشماليكي يضغط عليه بوحد الشكل الرهيب كتفصلهم ربع ديالنوقات مع مقابلة ناقصة الفريق الرجاء الرياضي أمام نادرية بركاني إذن توقف البطولة الوطنية يؤثر بدنياً ودهنياً كذلك على اللاعب لأن اللاعب يضعف تفكيره وكل صوت خاصته على المقابلة بشكل إضافي وكذلك حتى بالنسبة لأسفل الترشيب الفرق المهددة من النزول في المطارد الثاني عندها الضغط يكون ضغط رهيب خصوصاً يوسفية برشيد شباب محمدية شباب السوالم الفرق المهددة من النزول عندها الضغط كبير نظر أن بعض الفرق استعنات بالكوتش مونطال من أجل تأطير اللاعبين ووضعهم في حالة الصورة التي قدروا أن يقوموا بهم في المقابلة بالمقابلة بدنياً أين سوف يقدر التحقيق؟ أعتقد أن الفرق يجرى مباراة ودية متى الفرق رجاء الرياضي يجرى مباراة ولكن هذا لا يعني أن الفرق سيكون مجد ما متفقه من المقابلة نتافق معك أخسام ولكن الإيقاع المقابلة الرسمية يختلف على الإيقاع يكون في نفس المستوى وفي نفس القسم ولكن كيفما قلت لك الإيقاع دي المقابلة الرسمية والأجواء دي المقابلة تختلف بشكل كبير على الإيقاع إعدادي حتى اللاعب فكرياً ولا دهنياً ما كيكونش أصون بورسون ولكن يختلف الإيقاع كيفما قلت لك يكون لكي يلعب دور وكي أعطينا إلى أحد الفرجة ومتعة وشويق على مستوى البطولة ما أشارنا في البداية اللقاء لأن لجنة البرمجة لديها عائق كبير وكي تنتظرها تحديات كبيرة وكي تحتاج برمج المباراة المتبقية في هذا الموثم فارق الجيش الملكي تسيد طيلة الدوري دائماً في المرشة بكولار ومونات الفلسطة قوية أخذ دورات الآن الزيزام فارق الجيش الملكي أمريكي الرجع عند مقابلة أبسع كيف ترى حدود الفريقين إذن لمن الرجع كما أشعر المدرد الفريق الجيش الملكي أنه حدود 5.5% إلى 75% الرجع نظل أن مدرد الفريق الجيش ملكي لذلك حاول أن يخفف الضغط على اللاعبين رغم أنه ضغط كبان على أرجل اللاعبين فريق الرجع مطارد مباشر وفرضوا طغط كبير وفرضوا طغط على فريق الجيش الملكي رغم أن الجيش الملكي قدموا الساويات كبيرة كيف يشرف الكرة الوطنية المغربية؟ كنشوفوا جوش تفورق العريقة؟ وكتعطينا هذا الإقاع هذا الشرف لنا أن نشوفوا العطار حتى الآخر دورات أكيد، ما هو الملف؟ ما هو الملف الآخر؟ ملف تعلق قصود القاعة؟ المرتبة السبب المكان المنطقة الوطني؟ في المرتبة الجامعة؟ هذا الشرف لنا أن نشوفوا منتخب القاعة والتطور المثال واللاعبين والنفو الذي وصلنا له هذا دليل على العمل الجبار الذي يقوم بها المتخب الذي فرحناه والمراهنات على نتيجة المقابلة واللقاء في 6-100 يعني لا يوجد هذه الأشكال وماذا المتخب سوف يفوز أو لا يفوز وكتعطينا الريهان على نتيجة المقابلة وخير دليل هي ما هو الإنجازات التي يحقق هذا المتخب تلت الكؤس الأفريقية متشالية تلت الكؤس الأفريقية وكتعطينا كأس واحدة للقارات ومستوارات عربية في كأس العالم لا يمكن أن يزيدنا شرف وتقدم في سلم الترتيب العالمي ومنافسة الكبار كبار المتخبات في هذا النوع من الرياضة لا يمكن أن يكون لنا إلا شرف ونحن فخورين من المتخب وفخورين كذلك في الإطار الوطني لا ترى أن الوقت بصراحة في المستوى الكبير من المتخبات أنه ينافس لما لا نظرة الإمكانيات التي توفع عليها واللاعبين والمهارات الفردية التي يتميز بها كل لاعب في المتخب الوطني وكذلك كما شرنا المهارة الفردية كانت مهارة جامعية نرى الخطة كيف يلعب السيهيشام لأنه يقدر يقحم أربعة لاعبين دفعة واحدة ويخرج لعبين دفعة واحدة كذلك يلعب بالحارس الطائر لأنه يرى الخطة الجديدة لأنه ينهج في المقابلة الأخيرة لأنه يحسن اللقب وإدماج الحارس الطائر هي خطة مبتكرة جديدة وكذلك القناعة الشخصية لأنه يخرج أربعة لاعبين نحن فخورين به وفخورين بعد المتخب وكنت منه التوفير لا ترى البطولة الوطنية في كرة الصالق لا تتكلم عن قوة المتخب الوطني المغرية من طبيعة الحال وخير دليل هو التتبؤ الكبير فوجي القزاع رئيس الجامعة الملكية والحضور الوازل شخصيات كبيرة في المراقبة والمشاهدة في المقابلات سوى دريقراغي شخصيات وزنة كبيرة تتبؤ المنتخب على أننا في تطور ملموس كبير شكرا لك أيوب وكذا مشاهدة قناة سوكتبير من قليل أن نودعكم على أمل لقاء بكم بج مباشرة وشكرا شكرا